عبادة العماء إدوين في وسط الميدان عبادة في محور دفاع حلاليها اللعب عشر واش عمل فتح عشر العماء جوبة أقيل كاش وضع يتسلل راح اللعب باب يلا إفرا يتوغل إفرا هادف أول هادف أول هادف أول للجمعية هادف أول للجمعية عن طريق اللعب إفرا إيكبانغو إفرا إيكبانغو يفتح باب التشجيل للجمعية تلف تبزيع عشر إفرا إفرا يتوغل إفرا لما زميله تزديد من جوبة تدخل الدفاع عمار بورديما على ما يبدو إدوين يلعب في محور دفاع وليس وسط الميدان عشر واش عمل لما زميله جوبة أقيل تسترجع من الدفاع عشر كرة القائد الفريق يسترجعها جوبة إدوين لما إدوين الآن جوبة أقيل لما عشر عشر واش عمل جوبة أقيل واش عمل جوبة عمار بورديم ياسين عليان دخل الدفاع كما اللعب كرة طويلة جوبة عليان سديد على الطائر مزاة كرة لجوبة يلا يجوبة تقدير من اللعب نبي سانتو وش عمل عمار بورديم اللعب جوبة أقيل في وسط الميدان بايدة وتدخل الدفاع جوبة أقيل يلا يجوبة دخل جوبة إدوين رايح قدور عشر رايح عشر وإدوين ممتزم في قطع كرة جوبة أقيل نقطة بضل ضائع عمار بورديم لما جوبة أقيل راح جوبة تقدير من اللعب اليان يلا ياسين شكرا عزيزي فرصة الهدف الثالث لصالح جميشن الإفرع والهدف الثالث بالفعل الهدف الثالث لصالح جميشن في الدقيقة الثالثة من عمر الشرط الثاني تغيرت النتيجة مرة أخرى بملعب محمد بن وزرق فرحي بورديم جميلة إلى الكرة إلى جوبة بالقدم اليسرع انتلاقا من جوبة على مشارف خطأ العمليات يسقط الحكم يقولوا لعب ما فيش خطأ هازج أنصار جمعية الشرف خاصة ما شاهدناه منذ قليل من عليان أمام الشباك فرغة كان بإمكانه إفريقيا الكرة لصالح جميشن عن طريق جوبة يجب الحفاظ على الكرة لأطول وقت ممكن حتى تأهدف نعم دائما أمام تأهدف لهدف أمام تلحة خشلة جوبة خطر شباب روعة في هذه يبدع جوبة وأمام تجاوب أنصار تمريرة جميلة وإلى جوبة على جهة اليوم بالقدم اليسرع يتقدم في محاولة إدوين جوبة خطر لصالح جمعية الشرف والتغيير الآن يحدث في تشكيل الجمعية الشرف من سيغادر جوبة يترك مكانه للعب الشاب وقادم من الفئة الرديف اللاعب بشوية يأخذ مكانه في مكان زاميله جوبة ليخرج تحتها تصفيقات الجماهر شلفيه بعد الدور الكبير اللي قام به في هذه المباراة ويتلقى أيضا تحية من